بسم الله الرحمن الرحيم تحقق مفهمك واحد أوجد الصورة الداثية للمتجه A B المعطاها نقطة بدايته ونهايته في كل مما يأتي 1 A و 1 B طيب نبدأ هنا 1 A زي ما قلنا نكتب وشي القانون المتجه A B يساوي X 2 X 1 Y 2 Y 1 طيب هنا A إذن هذه X 1 وهذه Y 1 هذه B إذن X 2 النقطة الولوكس 2 والنقطة الثانية هنا Y 2 طيب نعوذ X 1 أو عفون X 2 X 2 قيمتها 6 ناقص X 1 سالب 2 سالب 2 Y 2 قيمتها 1 ناقص Y 1 و 1 قيمتها سالب 7 سالب 7 الآن نبدأ 6 ناقص سالب 2 سالب في سالب موجب إذن 6 زائد 2 8 1 ناقص سالب 7 سالب في سالب موجب إذن 1 موجب 7 8 إذن نقاطية 8 8 ننتقل لفقرة 1B نفس الكلام نكتب القانون A B المتجه A B يساوي X 2 ناقص X 1 Y 2 ناقص Y 1 بعد كذا نبدأ بإيجاد X 1 أو الإشارة X 1 X 2 Y 2 Y 1 طيب هذه نشير إلى المتغيرات هنا X 1 وهنا Y 1 هنا X بمن هنا X 2 هنا Y 2 ترتيب جدا جدا مهم هنا أي خطأ في الترتيب راح يعني تكون مسألة كلها خاطئ هنا X 2 قيمة X 2 طبعا سالب 9 ناقص من القانون X 1 0 Y 2 قيمة Y 2 سالب 3 ناقص Y 1 قيمتها 8 سالب 9 ناقص 0 طبعا 9 9 سالب 9 سالب وسالب 8 بما أنها إشارات بالسالب إذا نجمع ونأخذ إحدى الإشارات إذا 8 زي 3 11 6 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1